متتبعات ومتتبعي المواقع الإخباري أشكينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أشكي المعيشة ضيفنا لهذه الحلقة هو سي جامل تسولي شي جامل مرحبا بك مرحبا سي جامل وشكرا لك على تلقي الدعوة أشكي المعيشة سعيدا بيتلقي الدعوة وشكرا مرة أخرى سي جامل حنا صدفناك اليوم من أجل أننا نقش وحد الموضوع هو اللي هي ارتباط بما يقع الآن في العالم أي لها ارتباط بتظاهرات كأس العالم لكن من الزاوية أخرى لنناقش الرياضة والاقتصاد كأس العالم نموذجا ولكن قبل ذلك سي جامل وحتى تعرف بسيط عليك المتتبعين دينا باش يتعرفوا على الضيف دينا أكتر اللي كيعرفه ولا اللي ما كيعرفه شزي يتعرف عليه أنت سي جامل من موليد سنة 1983 بمدينة وجدة وهي المدينة اللي عرفت تأسيس أول فارق كرة القدم في المغرب شو الصدفة؟ أول مدينة عرفت حركة رياضية طاعتها لقربها من الجزائر اللي كانت في ذلك الأوقت مستعمرة من فرنسا مدة طويلة وبدأت الرياضة وبنات البنية التحتية الرياضية في مدينة وجدة كان أول فارق في 1907 لما أتى الحالة العائلية سي جامل تم تزوج وأبلي ثلاثة بنات اللي يخليهم لك حاصل على شهادة الدكتورة في التدبير الرياضي وأستاذ جامعي بجامعة محمد الخامس بالريباط ونتخريج معهد موليرشيد لتكون الأطور تخصص كرة قدم وكما قلت لي وإحنا كان في الكواليس أنت لعب كرة قدم ومعد بداني حالي أو لا سابق؟ لا سابق سابقا كانت بداية المسيرة المسائلة ديالي كنت لعب كرة قدم ومن بعد دخلت معهد موليرشيد لإتمام الدراسة إضافة لنا بجانب ممارسة كرة القدم يعني أخذت الإجازة في التدريب الرياضي واشتغلت كمدرب رياضي ومعد مدني هنا في المغرب وفي خارج الوطن ومن بعد رجعت وكملت المسيرة ديالي في النوادي وكأسات تربية بدنية في مجموعة ديال المدارس ومن بعد دخلنا للجامعة باش إن شاء الله نطوروا شوية في المستوى العلمي والأكاديمي لهذا الميدان ديال التربية البدنية والرياضة في المغرب جميل جميل ما أعطي له حقه في المستوى الأكاديمي هاد تخصوص هاد المجال يعني كنا اهتمام به كنا لأن قليل فيك نسمعوا أن طلباء كي بغيروا يديروا هاد تخصوصات أولى كيني صراحة فهذا يعني إلا إخذينا في هاد الخمس سنوات الأخيرة بداء هاد المجال ديال التربية البدنية والرياضة كي يخد اهتمام يعني إذا بغنا نقوله استراتيجيا بإنشاء واحد المجموعة إضافة إلى المعهد الملكي لتكويل الأطور وكان عندنا مركز ديال تكويل الأساتيدة في فطر البيضاء ومركز ديال تكويل الأساتيدة في فتازة يعني هادو مل تاريخيا المراكز اللي كانت معروفة كتتكون في المجال ديال التربية البدنية والرياضة إضافة إلى هادو بدأوا بسنة يعني هادو خمس سنوات يعني إنشاء واحد ما يسمى بمعاهد علوم الرياضة كان الأول في ستات ومن بعد تبعاته القنيطرة وهاد السنة هادي تفتح ديال الفس وكان نظن إن شاء الله سنة بعد سنة غادي تعمم هادو الجريبة ديال المعهد علوم الرياضة على صعيد جميع الجامعات في المغرب مهم مهم هاد المعهد مهم تكوينت الشابب حتى في الإبعاد الشابب على مجموعة من الظاهر السليبية طبيعة الحال والمهم هو احنا غادي نجيوليه في خضم يعني النقاش نتاعنا وأن اليوم من الرياضة ما بقىش غير هواية وأن باش تاخد المسؤولية أنك تدرب فريق أو تسير فريق هذا كي يتطلب من جموعة من الكفايات ومجموعة من التقنيات وخاصة واحد طريقة التفكير اللي هي تكون منظمة وعلمية فميمكنش احنا في واحد العصر اللي الدول المتقدمة كلها يعني امشأت بعيد في هاد في علوم الرياضة ونبقى احنا في المغرب خاصة وقع عندنا تجارب أننا وصلنا لأعلى المساويات في الممارسة الرياضية يعني بطريقة أو بأخرى فاليوم كي ترسخ هذا التاريخ الرياضي المغربي بإنشاء هذا المعاهد اللي ان شاء الله من هنا القدام وأكيد هالطفرة اللي خلقها المنتخب الوطني في المشاركة ديلة في قطر اللي هي بالتأكيد طفرة تاريخية 36 عام ما عشنا هاد المرحلة هادي غايكون عندها واحد الآثار إيجابي في إعطاء هاد المنظومة بهاد التصور اللي كتناقشه سيجاما طبيعة الحال أخذني من الفرصة أولا أنني نهن جميع المغاربة ونهن مسؤولين على الجامعة المغربية لكورة القدم جامعة الملكية المغربية والسيد القجاع رئيس الجامعة على المجهودات اللي كيقوموا بها اللي اعطات استمر ديلة نهن جميع اللاعبين وعلى رأسهم هم مدري بس وريد الرقرقي على هاد الروح الوطنية لأن كلنا كنا كنا نتبعوا المنتخب الوطني ولكن الحاجة اللي كنت كتنقص في المنتخب الوطني هي ديك اللحمة هي دك التناسق والانسجام ديال الفريق خاصة ديك الروح الرياضية ودك الكومباتي فيتي باش أنهم دائما كيلعبوا على العالم وعلى الراية ديال المملكة ولاحظنا وحسينا بأن هاد شيء ولا عندنا في الفريق الوطني وهات شيء يعني هوا اعطى لأكل دياله وحققنا إنجاز تاريخي ما يمكننا إلا مكونوا كلنا فرحانين بها نتمنى وعطوا لأكل دياله أكتر في إطار لأكل دياله عدنا مقابلة غدا ثلاثة ستا دجنبير ديال اللي ديال توم النهاية مع إسبانيا كيفش كتشوفها؟ كيفش كتشوفها المباراة؟ هو صراحة من المقابلة الأولى يعني بالرغم أن المدرب يعني ما عندهش مدة طويلة مع المنتخب تلت شوف فرقا؟ إلا أنه عرف يعني بذكاء وبخبرة أنه يغتانم يعني نقاط القوة ديال اللاعبين المغاربة وخاصة لعب على الجانب الدهني فهو حفز اللاعبين وهذا التحفيز وهذا اللحمة أدت لأنه وقع واحد الانضباط اللي كان ناقص في المنتخب الوطني والانضباط تكتيك في المقابلات والتركيز 100% من انطلاقة المقابلة حتى الآخر دقيقة وهذا الشي اللي أدت لأنه المقابلة الثلاثة الأولى كانت مقابلة جهيدة المرأة هذه المقابلة لقد نشاء الله هي مقابلة على الأوراق من ناحية الخبرة يعني اللاعبي المنتخب الوطني فوقون اللاعبي الإسبان خبرة على ما الساوى؟ على الساوى المشاركة في كاس العالم عديد من اللاعبي المغاربة اللي شاركوا في كاس العالم ديل روسيا وليوم كيشاركوا في كاس العالم ديل قطر يعني عندهم واحد الخبرة أما من ناحية الهلحنا قد نتكلمه عن الاقتصاد الرياضي أما من ناحية القتصادية، فيمكن نقول أن المنتخب الأسباني القيمة المالية للاعبين المكونين المنتخب الوطني مغربي يعني عن الاوراق investment المنتخب الأسباني أحسن خبرة ومن الجانب الرياضي اللاعبين المغاربة هما أكثر خبرة ولكن الجانب اللي كيمكنه كيشكل واحد نقطة سوداء عندنا مشيغل في فكارات القادمة ولكن في مجموعة من الرياضات هو لما كيشاركوا اللاعبين المغاربة ورياضيين المغاربة في مناسبات كيشاركوا فيها يعني في واحد المجموعة هذه المناسبات في وقت قصير فكي يتراكم عليهم العياء لكن الشيء الوحيد اللي يمكن أنا كي تير المخاوف يعني المخاوف ديالي المقابلة ديالغضاء هي اللاعياء إنه ظهر هما لعبوه يعطاوه بزاف دور الأول يعني لقرنتي البركور ديالإسبان مع البركور ديال المغاربة المنتخب المغربي رأي لعب مع كرواتيا ولعب مع ملجيكا مع العلم أنه ما كنا شي فارق ضعيف وفارق ولكن المساواة ديالكرواتيا والمساواة ديالبلجيكا بمنتخب كرواتيا وضد منتخب بلجيكا سيكون الفوز إن شاء الله طيب إن شاء الله نتمنى الفوز ديالنا إن شاء الله الرياضة والاقتصاد أي تعلاقة لأنه كثير من اللي كان بغو نهضره مثلا على الكورة خصوصا خصوصا هذا كأس العلم ربما حسب متبادية لأنه مش متخصص ريادي بسف ولكن تنتبع شوية أكثر كأس العلم تم الحديث فيه ما خصصا له اقتصاديا من أجل تحضير له من أجل وش هي مصادفة أو هي فقط كيف كيقول حتى حتى البلد المنظم كيقولها هي حملت شويش أم ماذا هل هناك علاقة بين الرياضة والاقتصاد وهذا يكون هذا هو المنطلق لأن المناقشة للموضوع الإجابة على هذا السؤال هل هناك علاقة هي كان علاقة وطيدة جدا وباش الإجابة قد نمشي بواحد تسلسل في الأفكار قد نبدأ بواحد المقولة الواحد المتخصص في الأنتروبولوجيا وفي علم الاجتماع معروف نوربير إلياس اللي تقول على أنه أن الرياضة مرآة المجتمع وأن هذه الرياضة تطورت الممارسة الرياضية والتظاهرات الرياضية تطورت من قديم الزمن من العهد الأغريقي أو اليوناني إلى عصرنا هذا فاختست مجموعة من الأشكال واستطورات وعكسات التطور يعني ماذا تطور المجتمع الأوروبي خاصة لأنه هو المجتمع اللي كان معروف بالممارسة الرياضية المجتمع الأوروبي من ناحية التقافية ومن ناحية الاقتصادية ومن ناحية يعني احتل السياسية فكانت الرياضة أولا في ممارسة ذات بعد سياسي وديني ديني لماذا؟ هذا المنطلق هذا المنطلق ذي الرياضة مع الإغريق مع الإغريق لأنه كان عندها لأول تظاهرة الرياضية كبرى كانت في سنة 676 قبل الميلاد اللي كانت أول ألعب أولنبيا في صيغتها القديمة كانت في اليونان فكانت هذه مناسبة أولا لإيقاف ذلك التطاحنات اللي كانت بين المدن الإغريقية وذن الدول بين الدول اللي كانوا لسيتي غريك يعني كانت التطاحنات دائما متكررة ودائما فكانت هذه الألعاب الأولمبية يعني طريقة لأجل إيقاف هذه التطاحنات وخلق واحد شكل جديد للمبارزة ولكن ماشي بالشكل الدموي ديال الحروب وهذا من ناحية السيسية من ناحية الدينية فكانت مناسبة لإحتفال بميطولوجيا بالآلهات الإغريقية اللي كانت خاصة زيوس اللي كان معروف بإله القوة ومن بعد بقيت كتتتطور الرياضة جات في عصر الرومان فكانت استغلال سياسي أكثر ما هو شيء آخر لأنه كان حاولوا أن الرومانيون أنهم يستغلوها لأجل إلهاء الشعوب شعبهم ومن بعد جات فترة القرن 18 وقرن 19 هي فترة التطورة الصناعية وظهرت واحد طبقة طبقة اللي هي عاملة كتتشتغل في المعامل وموازنة مع هذه الطبقة عندها واحد وقت فراغ فأصبحت الممارسة الرياضية خذت طابع آخر اللي هو طابع الترفيه في النوادي وطابع التربوي في المدارس فبدتك تطور وبدتك تجلب الانتباه دي لهذه الطبقة العاملة خاصة في الممارسة وحتى في يعني تتبع الأنشيطات الرياضية وانتقلت هذه الممارسة الرياضية وهذه التدهورات من من أوروبا لأمريكا وبدت الرياضة في في أمريكا يعني تستورات كان البيزبول كان الكرة السلة كانت كرة القدم الأمريكية وهنا بما أن أمريكا يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندها بعض الخصوصيات من ناحية المجتمعية خاصة اقتصاديا بغياب الطبقة الأريستوكراطية فكان لابد أنهم يطوروا هذه الممارسة الرياضية ورجعها احترافية ما دمقاش في الشكل الهاوي ديالهام اللي كانت عليها في أوروبا وبدت يعني كتنتشر هذه الممارسة وبدأوا كي تضعفوا عدد المنافسات الرياضية وبما أن يعني العدد ديال المحبين ديال هذه الممارسات الرياضية بصفة عامة انتشر في العالم كامل فشنو وقع جلبات يعني الانتباه ديال وسائل يعني التواصول الإداعات التلفازات والصحافة فبدأت كت بما أن الكين المجموعة ديال ديال الأشخاص المهتمين بهذه الرياضة فهنا بدأت يعني الشكل الشق اللي هنقوله اللي بدأت يتير الانتباه ديال المتخصصين في الاقتصاد لأنه الرياضة بدأت تضخص استمارات وتضخص أموال كبيرة في النوادي وفي المنافسات الرياضية وتانيا هذا النشاط وهذا الممارسة الرياضية ينتج قيمة مضافة بالنسبة لمجمعاتك كله هات هات الرياضات كلها أكيد كل الرياضة والقيمة السوقية ديال اللاعبين ديالها وديال نوادي وديال الممارسة ديالها لكن من كنجي لكرة القدم كنلقوا من بين الرياضات أو قول من بين الرياضات للقيمة الاقتصادية فيها مرتفعة جدا سوى النوادي سوى اللاعبين كنلقوا العباء كنتتغدر على العب مئتين مليون تصدر على يعني صح شنو اللي خلاها هاد الرياضة تنتقل من واحد لعبة كيف قلت في الترفي واحد لعبة للتربية واحد لعبة للفرجة كذلك كيف شرت إلى ذلك إلى لعبة اقتصادية إلى هاد المستوى مما هو اقتصادي هي ملاحظة يعني جيدة جدا علش السبب لأن كما قلت لأن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة أصبح عندها شعبية كبيرة نعطيك بعض الأرقام مثلا قبل ما ندخل في الأرقام الخاصة بكرة القادمة نعطيك أرقام على مثلا بالنسبة لرياضة بصفة عامة فالرياضة بصفة عامة اليوم كتساهم في الدول المتقدمة بما بنسبته ما بين جوج حتى الربعة في المئة من ناتج لما يحلل خامل الدول هاي الرياضة سكاكل؟ هذي الرياضة بصفة عامة يعني في الرياضة مثلا في فرنسا أو للرياضة في أمريكا أو للرياضة في ألمانيا كتشارك كتساهم يعني بربعة في المئة يعني المنتوج الرياضي أو للممارسة الرياضة كتساهم ما بين جوج حتى الربعة في المئة في النتيج الوطني الخام ديال هذي الدول هذي ثانيا كتشكل هذي النشاط الرياضي يعني كتجارة فكيشكل ما مجموعه أو ما نسبته ثلاثة في المئة من التجارة العالمية اللي هي نسبة مهمة جدا مهمة جدا وإلا هذرنا على كرة القدم علاش كرة القدم عندها هذ يعني هذ الزخم الزخم بالنسبة للاقتصاد فنعطيك بعض الأرقام اللي غيرت بيلك يعني الأهمية دي الكرة القدم إلا خدينا مثلا الفيفا اللي هي يعني الاتحاد الدولي يعني المنظومة المسؤولة على تسير وتنديم هذه الممارسة دي الكرة القدم فعدد الاتحادات الوطنية يعني اللي من خارطة في الفيفا كتفوق ميتين وتسعود اتحاد وطني يعني عدد الأعضاء في الفيفا أكتر من عدد الأعضاء في المهم المتحينة ميسي مية واحدة مهربة نعطيك العدد الثاني عدد الأندية كيفوق 300 ألف نادي في العالم في العالم هذو النوادي اللي كتمارس بطريقة رسمية إضافة إلى هذ النوادي هذو كالنوادي اللي هي بحل نوادي يعني الشركات كيكونوا كيلعبوا ما يسمى بالبطولة المهنية فهذو إلا زدناهم الممارة كيفوق العدد دي لهم 700 ألف نادي إلا خدينا مثلا عدد الممارسين المجازين فكيفوق العدد دي لهم 256 مليون ممارس عندو يعني المجاز في نادي من النوادي غل ناخدو عدد الحكام والإداريين اللي كيسهروا على التنظيم دي لها الكرة الممارسة دي الكرة القدم في العالم كامل كيفوق العدد دي لهم خمسة دي للمليون شخص وإلا وصلنا العدد دي للمتابعين وهذا هو الرقم اللي يمكنني يعطيك يعني الأهمية دي لهم الشعبية دي لكرة القدم في العالم أن المتابعين دي لكرة القدم كيفوق ثلاثة دل مليار متتبع لكرة القدم يعني تقريبا تولت أكثر من تولت أرا وصل نص دي لسكان العالم إلا وصلنا ثلاثة دل مليار سكان العالم ثلاثة دل مليار راحنا 40% من سكان العالم هاد شي هاد شي كي يبرهن على الشعبية دي لها دي الممارسة الكرةوية والشعبية أو للقوة الاقتصادية يعني لأننا ربعات المليار دي المتتبعين راح سوق إشهارية كبيرة سوق سهلاكية كبيرة سوق واش هاد الأشياء هاد الأرقام هادي اللي أكيد جات بالتدريج والطورت بالتدريج هاد هاد العامل الاقتصادي اللي كلمسوه هاد الأرقام اللي كاتقول سي جمال واش كان هو الأساس لإحداث تظاهرة كأس العالم وتظاهرة كأس العالم هي كانت في الأول ما كانش عندها هاد الزخم يعني الكبير إلا رجعنا للتاريخ فاللجنة الدولية الفيفا كانت تأست سنة 1904 ولكن يعني الفيفا اعتمدت على ذاك التجربة وعلى ذاك الزخم دي اللي كان دي اللي عرفته تظاهرات دي اللي دوارات الألعاب الأولمبية فهنا بدأ أول منافسات عالمية دي الكرة القدم حتى وصلت سنة 1930 فكانت أول كأس العالم وبقيت كتطور هنا كرة القدم إلى غيث تمانينات ما عرفتش يعني واحد الأهمية كبيرة من الجانب الاقتصادي ولكن يعني تدريجيا عدد يعني مع يعني مع تضاعف المنافسات على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الوطني في مجموعة الدول خاصة في أوروبا بدأ عدد يعني المتتبعين الكرة القدم كيت زيد فوصل في التمانينات اللي وصل على أنه وصل إلى واحد العدد كبير خاصة في أوروبا دي المتتبعين اللي مهتمين كرة القدم هنا بدأت يعني القنوات التلفازية والإداعات والصحفة بدأت تهتم بشكل كبير بنقل يعني الأخبار على المنافسات الرياضية فبالتالي هنا من بدأت هذه الإداعات وهذا الوسائل للتواصل تهتم بالممارسة الرياضية فهنا جلبات الاستثمارات لماذا؟ لأن المس جلبات المستشهرين شركات عالمية هدفها هو أنها تروج وتروج للمنتجات ديالها وأنها تسوق الصورة للمنتج ديالها فما ما عندهاش أحسن ما غيرتلقاش شي وسيلة أحسن من هذا ما تلقاش شي صوخ أكبر من هذا من الممارسة الرياضية اللي يمكن تبين فيها يعني داك المارك ديال داك المنتج هنا بدأت بالاقتصاد يعني البعد الاقتصادي للرياضة كي يبن بطريقة واضحة وهذا هو اللي خليني نسألك الآن إذا قلت لك سمي لها التظاهر الآن واش هي تظاهرة اقتصادية بطابع رياضي أم هي تظاهرة رياضية ذات هو مش اقتصادية تنظر على الكأس العالم بشكله الحالي وبزخمه الحالي لا حاليا الرياضة صبحت البعد الاقتصادي ولا رجعه والبعد الغالب يعني خاص هو المحدد في كأس العالم وبالنسبة حتى المجموعة المنافسات الكبيرة إذن كأس العالم عنده دور الآن حاليا في ترويج الاقتصاد العالمي ككل بطبيعة الحال كيف تجلات شي هذا طبيعة الحال نعطيك مثلا بعض الأرقام بس نعرفو يعني هاد يعني الأهمية ديال طبع لهذا البعد الاقتصادي ديال التداهور ديال التداهور هذي اليوم ميزانية الفيفا تفوق ميزانية بعض الدول ونعطيك مثلا تطور رقم معاملات ديال الفيفا من سنة 2010 حتى سنة 2021 2010 اللي كانت فيها كأس العالم في الجلو إفرقية رقم المعاملات مدتها بمناسب إسبانيا رقم معاملات ديال ديال الفيفا وصل لمليار المتخصصين ديال المتخصصين على أنها تقريباً تكون في ما يقارب 4.630 مليون ديال الدولار. هذه يعني هذه تكون رقم معاملات واللي ده غالباً ما كيكون الكأس العالم الحصة الكبيرة واللي كي يعطي يعني الحصة الكبيرة في هذه العائدات اللي كتكون الفيفا. نعطيك أمتلة آخرى. إذا اخذينا القيمة التجارية مثلاً لنواة دي كرة القدم الأوروبية الكبيرة. غادي ناخده مثلاً ريال مادريد. هو في مرتبة الأولى القيمة المالية ديال النادي. كتفوق 5 مليار ديال الدولار. يعني اليوم اللي بغي شري نادي ريال مادريد. فالتمن دياله 5 مليار ديال الدولار. ما يفوق 5 مليار ومية مليون. المرتبة الثانية أيفسي باقسولون. كي وصل 40 مليار وستمية مليون. هذا المستوى الآلا هذا القيمة المالية النوادي هذه بعض الأرقام التي تبيل لك أن الرياضة لا تبقى غير الممارسة بما أن القيمة المالية كبيرة جدا فإن الجانب الاقتصادي رجعه الأساس في الممارسة الرياضية نعطيك مثلا 1-3 الأرقام ديال رواتب عائدات ديال الرياضيين في كرة القادم أو سأعطيك ثلاثة ديال الرياضيين اللي هم مقلاتين في المراتب اللولى فيهم جوج في كرة القادم واحد في كرة السلة إذا أخذنا العشرة عشرة ديال الرياضيين ديال أغنى الرياضيين سيتلقى 6 من كرة القادم و 4 من رياضات خرين لكي تعرف يعني القيمة ديال سأعطيك ثلاثة اللولين ثلاثة اللولين كان ميسي عنده 75 مليون ديال الدولار كراتب سانوي و 55 مليون ديال الدولار كعائدات من الإشهار و من تسويق ديال الصورة دياله فكيعطيك مجموعه 130 مليون ديال الدولار سانوي جن في مرتبة تانية مرتبة تانية لماذا نعطيك هذه الأرقام بش نبيين لك بأن الرياضة صح بدأت في البدايات دياله كواسي للترفيه لابران جيمس ديال كرة السلة عنده 41 مليون ديال الدولار سانويين كراتب و 80 مليون ديال الدولار كعائدات في تسويق الصورة دياله كريسيان و رونالدو اللي هو في مركز التاليس 60 مليون ديال الدولار سانويين و 55 مليون ديال الدولار كعائدات يعني بتسويق يعني مليون خمسة وتسعين 95 مليون ديال الدولار هالشي منين كنتكلموا على هاد الأرقام الخيالية راه ما يمكنش نقوله على أن الرياضة رجعت غير راه عندها الترفيه وبعد يعني لأبعد الرياض الاقتصادية بالعكس الرياضة اليوم أساسها أساس اقتصادي هي رجعة صناعة ذات قيمة مضافة وإلا بغينا نبينه هاد هاد المسألة هدي نعطيك مثال بسيط الكل كيعرف واحد الحادثة يعني أسألة كثير من الميداد السنة الماضية اللي هي الاقتراح المقترح دي مجموعة من الانديا الأوروبية لإنشاء السوبرليج 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 أوروبية ما هو الأساس دي علش هاد المقترح علش هاد المقترح والاقتراح جاء من عند باريس دي المادريد دي دي المادريد علش هو حاول أنه يقتبس النموذج الاقتصادي دي للرياضة في أمريكا لأن النموذج الاقتصادي دي الرياضة في أمريكا مختلف على النموذج millones الاتينية والأمريكا يعني فوية المتحدة الأمريكية lamboul Одم والصدق المتحدة الأمريكية اسمحي سيجاء ملكة تكون في دروع لهذا النموذج أنا كسر على Derиш المتحدة الأمريكية برغم أنه كرة القدم ما عنده شي واحدة الشعبية فيها هي لبيإزبول هو رياضة رقم واحد طبعا الحال غير هو كيفاش هاد النموذج المنموذج النموذج هو أنه في الوليات المتحدة الأمريكية الرياضات كلهم يعني هما الرياضات اللي تبنت الاحتراف ونموذج الاحتراف ديالهم هو واحد نموذج كيخلي على أن البطولة تقام بطولة مغلقة ماشي بطولة مفتوحة البطولة مغلقة شنو كتعني ولأنه ممكنش صعود ونزول كل الفرق كتشارك وبشتشارك يعني كل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية عندها الحق فأنا يكون عندها فريق يعني كتشري وهذيك الفريق كيين مجموعات كتبارة وكيطلعوا كيلعبوا البلايوف وكيخرج منهم بطل ما كيش اللي كينزل القسم الثاني واللي كيصعد من القسم الثاني كلهم كيبقوا كيبقوا في نفس كيشاركوا كل فريق كل فور واحد المجموعات الفورة كتشكل واحد المجموعات بحال مثلا الشمال الشرق هذا واحد المجموعات ومن بعد كيخرج منهم البطل وهذو كله أبطال كيلعبوا البلايوف وكيخرج بطل في الأخير هنا هاد هاد اللي بغي يقتبسها بيريز فين فين الأهمية الاقتصادية؟ الأهمية الاقتصادية هو أنه اليوم العائدات ديال مثلا ديال ديال العائدات المادية ديال تشامبينز ليغ كتتحكم فيهم الويفا وكتفرقهم كتفرق العائدات على الفورق الكبيرة وحتى على الفورق الأخرى اللي هي فورق متوسطة إلى صغيرة فنظرا لإزمة الاقتصادية اللي عاشوا هالفورق كلهم خاصة في الجائحة في كورونا فشنو شنو اللي واقع؟ وأنكين في أوروبا واحد المجموعة قليلا من الفورق اللي هي فورق كبيرة وعندها المستوى كبير وعندها لعبين كبار هي اللي كت هي اللي كنقوله على أنه أساس هذوك العائدات الكبيرة اللي كترجع حصة من ذيك المساهمات هتكون هي السبب فيها يعني كيفاش فكروهما وما كفكروك يقولك بما أننا احنا واحد المجموعة قليلة من الفورق هي اللي كت مثلا نقوله 20% من الفورق الكبيرة هي اللي كتحقق 80% من العائدات فهما فكروا بهالطريقة هذي 20% هي اللي تلعب علاش غادي نزوذو 80% وغادي نفرقوه مع الفورق فهذوك العائدات بما أنهم كتحققها هذيك العشرين في المائة هذيك العشرين في المائة غادي تدير واحد السوبر ليج وهي غادي تحكم منطقة حتيكاري منطقة حتيكاري وهي غادي تحكم في حقوق البت لأن العائدات كثر من 60% دي العائدات يعني هما بناتهم هذوك الأندية غايدروا شي جهاز ولا شي صافي غي 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 لاشه هما يتحكموا لأن هذا هو النظم المغلق في أمريكا نظم المغلق في أمريكا هذوك الرؤساء دي البطولة الاحترافية سواء في البيس بول أو في البسكتبول أو في الرياضة الأخرى هما اللي كي يتحكموا في كاع القوانين ديال القوانين المنظمة لهذه التظاهرة محصة من العائدات لأن هذا بالنسبة للعائدات المادية إذا بغينا نتكلموا عليهم ف المصادر المالية للفرق الرياضية بصفة عامة كتشكل في العائدات ديال حقوق البت التليف الجوني وكاين حقوق تسويق يعني المعدات وهذا المارشندايز ديال مثلا الملابس الملابس وهذا وثالثين كاين هذا البيتري يعني التذاكير بيع التذاكير غالب الأحيان كتشكل ما بين 10-15% من مداخل التسويق كتشكل ما بين 20-25% وحقوق البت كتفوق 60% إذا اليوم مثلا إلا مشينا لتشامبينز ليج ولا مشينا مثلا لكأس العالم فشكول كي يتحكم في حقوق البت فهو الفيفا بالنسبة لكأس العالم والويفا بالنسبة لكأس العالم وهي اللي كتفرق كيفاش ما بغت على ديك الكأس العالم باش لأن الوقت بدأت يدهمنا وما زلنا كأس العالم نخصة نهضرو فيه شوي وما زلنا احتل المحلي على ديك الكأس العالم يلاحظ يلاحظ أن مجموعة من الدول اللي نظمت هذ الكأس كانت هذ الكأس هذ تنظيم ديالها لهذ الكأس نقطة تحول على مستوى الاقتصادات ديالها مثلا إسبانيا نموذجا كيفاش كيلعب هاد هاد التدورة كيفاش كيلعب هذك الدور الاقتصادي للرفع أو للتحول الاقتصادات ديال البلد المنظمة لها بالنسبة لتنظيم ديال تدورة يعني كتسمة تدورة كبرى تدورة رياضية فيها مجموعة ديال الأقسام وكاس العالم والألعاب الأولمبية كتعد من تدورة الكبرى بالنسبة لتدورة رياضية كاس العالم كيم ما قلش مجموعة ديال الدول كتسابق باش تنظم كاس العالم ومنهم المغرب اللي مازال حدود الساعة تشبت وهذا فهنا كين كين يعني الآراء تختلف الآراء كين الآراء العلمية الأكاديمية اللي كتنباني على مجموعة من الأبحاث شك تقول وكين الآراء السياسية إلا مشينا الآراء العلمية فلحد الآن ما كينش ولا بحث واحد اللي ثبت بصفة قطعية على أن تنظيم كأس العالم له آثار إيجابية اقتصادياً لأن الأغلبية دي الأبحاث اللي تقامت اللي قاموا بها يعني الباحثين كيدرسوا تأثير تنظيم كأس العالم يعني أثناء التنظيم أثناء البطولة في ديك الاختراف في ديك الشهر ولكن يعني ما بعد كمتخصصين في الاقتصاد والتدبي الرياضي فالبطولة عندها ما قبل البطولة وكين فسط البطولة أثناء البطولة وكين ما بعد البطولة إذن هاد ما قبل البطولة وما بعد البطولة الأبحاث اللي كين اليوم ما ما أخذتش بعين الاعتبار هاد يعني العنصرين هاد الاثنين باش تبين بصفة قطعية على أن راكين أثر إيجابية وكين قاع بعض الأبحاث اللي بينات أخذت درسات بطولة كأس العالم اللي تنظمت في فرنسا وبطولة العالم اللي تنظمت في كوريا واليابان وبطولة العالم وبطولة أوروبا فلقات على أن باتل في بطولة العالم اللي تنظمت في اليابان لقات على أن بالعكس خمس سنوات من بعد تنظيم كأس العالم ما بين مستطرس ما بين كوريا واليابان لقات على أن اليابانيين بقى عندهم أثار سلبية من ناحية تنظيم كأس العالم خاصة فيما يخص يعني ذاك التدبير الملاعب اللي 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 تنشأت لدرجة أنه الفرق ما كنت محتاجة لذلك الملاعب والملاعب ربما لأن اليابان ما عندهاش ربما ما عندهاش اهتمام بكورة القدم بشكل أساسي لا هي قبل ما تنظم كأس العالم كانت عندها تستراتيجية لتطوير كورة القدم أنا كنعطيك بعض الأمثلة ولكن اليوم ما يمكن نجزم إحنا كأكاديميين بأن نرى كين أثار إيجابية أو لا آتار السلبية هذا في مخص الياب النموذج تاني كي النموذج تاني اللي هو النموذج الإسباني كما ذكرت هو النموذج الفرنسي مثلا النموذج الفرنسي فبينت الدراسات على أنه مثلا في سنة 1997 كان نمو الاقتصادي في فرنسا وصل جوش فصيل سبعة في المياه ولكن في 1998 طلع 3.7% هي السنة لشهدت التنظيم دي كاس العالم طلعت 3.7% وإضافة إلى تنظيم كاس العالم ففرنسا فازت بكاس العالم هدا هو النقطة اللي يمكن تخلي الأبحاث شوية تكون يعني نقول ما ناخدوش بها مئة في المياه ولكن ما كتكون قطعية ما كتكون قطعية نموذج جنوب إفريقي حلن شوووش كتعيش ده بجنوب إفريقيا نظمت كاس العالم في 2010 ولكن اقتصاد دي ده بنحو الهوية أنا اللي قلت لك يعني إلا خديتي كاس العالم ما بعد أو ما قبل كاس العالم فاليوم ما يمكن نجزمه ولكن اللي يمكن نجزمه يعني بصفة قطعية وأثناء تنظيم كاس العالم العاجلة الاقتصادية بالنسبة لدول المنظمة يعني كتكون كتدور بسرعة كيف أولا كيكون هناك استثمارات كبيرة كتتضخ من أجل يعني تطوير البنية التحتية وهذا البنية التحتية شكل كي يطورها هناك شركات محلية هي اللي كتتشتغل لتطوير هاد البنية التحتية مني كتشتغل هاد الشركات فكتخدم لك تخدم لك واحد دياد العاملة فكتنقص لك من من البطالة وكيوقع لك يعني القيمة مضافة بالنحية ديال المتجلي إجمالي الخام نزيد نزيد عليها لأنه لما كيجيوك كتنظم بطولة كاس العالم وكيجيوك السياح فهدوك السياح كيجيوك يدخوا واحد العملة صعبة عندك في البلاد فكتنتعش يعني كينتعش القطاع ديال الفندقة والسياحة كينتعش مثل المطاعم كينتعش النظام ديال القطاع ديال المواصلات الخدامات الخدامات يعني أثناء تنظيم كاس العالم كين مجموعة من يعني من مظاهر إيجابية ونعطيك مثلا بالنسبة بعض الأمثلة بالنسبة القطر مثلا قطر اليوم ومشي غير قطر دول الخليج دول الخليج كذلك دول الخليج يعني اليوم إلا بغيت يتمشي تحجز مكان مثلا في فندق مكينش يعني خصوصا قطر والإمارات قطر والإمارات الفنادق محجوزة مئة في المئة أعطيك شيء آخر إحنا في المغرب مثلا يعني لهذه وكالات الأصفار يعني حقوا واحد الرقم معاملات خيالي أرجع المغرب نبقوا في قطر وارجع المحلي مثلا مثلا المشتريات والمقتنيات المولات والمحلات التجارية سواء في دول الخليج ولا في قطر وصلت لواحد الرقم دي المعاملات كبير وواحد النسبة دي المبيعات كبيرة هنا هنا عندي واحد السؤال سي جامل الأرقام التي يتم تدولها الآن في وسائل الإعلام الدولية كتقول بأن الرقم لصرفاته قطر من أجل الإعداد لهذه التظاهرة هو مئتين وعشرين مليار دولار مليار دولار هذا الرقم حسب نفس المصادر أنه يعني المجموعة دي المصاريف دي المصاريف دي التنظيم تكأس العالم من نهار بدأ احتل دابا ما وصلش هاد المصاريفين واش هاد الفناديق و هاد الأسواق و هاد الشيادة كامل غير يرجع لهذا المبلغ القطر واش قطر لاخدين النموذج تقدر أنها ترجع مصرفاته مثلا روسيا كانت صرفت واحد المبلغ وربحتت واحد المبلغ كذلك جنوب إفريقيا لحد الآن حسب المعطيات البسيطة اللي عندي يعني الدول اللي نظمت كأس العالم دايما كيبقى لك تضخ واحد المبلغ دي ربح واش قطر تقدر أنها ترجع على الأقل هاد المبلغ اللي صرفتوا وكيفاش غادي ترجعوا إذا قدرنا على النهود تداورة اقتصادية يخدم لها الاقتصاد دياله الرقم هو رقم صحيح لأن المجموعة ديال يعني إلا اخذينا فوربس مجلة فوربس من أغلى كؤوس العالم اللي دارت في التاريخ أغلىها أغلى من أغلى ممكنش اللي أغلى أغلىها السؤالك هل ممكن أنها ترجع أم لا فقطر اليوم استراتيجيا هدفها مشي هو أنها ترجع الفلوس أولا قبل ما نتكلموا على إمكانية أنها ترجع الفلوس أو لما ترجعش فالهدف الأول من تنظيم كأس العالم هو هدف أكثر منه سياسي منه هو اقتصادي لماذا؟ لأن تنظيم كأس العالم كان اليوم يعني كل الأعيون موجهة إلى قطر ولكن قطر رأى ما منظمتش غير كأس العالم رأى قطر من سنة 2005 أخذت قرار يعني يعني متخذي القرار السياسي في قطر التزموا بما يسمى الدبلوماسية الرياضية من أجل تعريف بقطر كدولة لها مكانتها سواء بين دول الخليج خاصة اللي كيعرف شوية يعني الواقع السياسي بالدول الخليجية فكان مروا الدول الخليجية مجموعة ديال المشاكل ومجموعة ديال هذا فعندهم بنتهم دول الخليجية دائما كين بنتهم واحد التنافس واحد الحاسسي وكانت محاصرة ولكن قطر خدات هاد القرار السياسي باش انها تسوق كين سميوه كين سميوه كين سميوه باللغة الإنجليزية نيشن براندين يعني كين بغين سوق صورة ديال الدولة على الصعيد العالمي على انها دولة ذات سيادة بعد اولا ما اخذ مشي اي دولة تقدر تتدخل في القرارات السيادية ديالها تانيا انها دولة متطورة فعيلة في القرار الدولي وانها دولة تقدر انها تجيب قيمة مضافة في مجموعة من المشاكل اللي كيعيشها سواء المنطقة اللي هي الخليجية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا احتفع بالنسبة العالم فمنين دولة صغيرة كنت تتكلم على يمكن ماك جوج ثلاثة ديال مليون نسامة وفيهم منسبة كبيرة ديال المقيمين ما يسمون المقيمين الأجانب فكنت تذكر سي الأستاذ الكبير أستاذنا كبير استقعاش اللي هو مرجعنا في الاقتصاد الرياضي كان في واحد الملتقة يعني علمي في فرنسا سأل مجموعة من الطلب الفرنسيين على قطار قال لهم في نظركم بالنسبة للفرنسيين الطلاب الفرنسيين تصوروا على أن قطار دولة كبيرة دولة عظمى دولة 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 الكبرى لاش وشكول يخلنا أعطاهم هذه الصورة هو أن قطار تعرفت عن طريق أولا منظومة الإعلامية ديال القناوات الإعلامية ديالها وثانيا الدبلوماسية الرياضية خاصة لمشارات نادي باريسان جرما ومن غير كرة القدم فهي انظمات مجموعة من البطولات مثلا في الفرمولا وان بطولات كبيرة في التينيس انظمات مجموعة من ملتقايات كس العالم إذن قطار صرفت هذا المغلق كامل من أجل تسويق صورة الدولة الفاعلة الدولة القوية التي لها حضور على المستوى الدول الكبار الفاعلة في المشهد الرياضي وفتضون ذات سيادة وقيمة مضافة إقليمي ودوليا هذا هو الهدف الرئيسي إضافة إلى هذا كين جانب الاقتصادي اللي اليوم اليوم لما كان نشوفه يمكن قولك أثناء تنظيم كأس العالم اليوم كل السياح اللي زاروا قطر كلهم عندهم بناء واحد صورة إيجابية على قطر أولا كدولة عربية تانيا قطر كدولة مسلمة لأنهم استطعوا أنهم يسوقوا واحد صورة إيجابية على الإسلام تعرف على أن يعني إجادة اللي راج وعادة المتلية وعادة ولكن استطعوا على أنهم يسوقوا واحد صورة إيجابية خاصة لأن أنا كان عندي أصديقاء وكان عرفهم ويعني في ويات المتحدة الأمريكية لما كتكلم على يعني حيدوا واحد صورة مسبقة حد الحكم مسبقة اللي كان عندهم على الدولة كانوا كيتصورة دولة بالإيبيل دولة آه الدولة بغتنوصل لها وهكي أنا بالملموس المسوع عند أصدقاء كان عارفهم لأنهم كيشكوفوا مني كيشقولهم الخاليج كيسحب لهم واشرا يعني يسرف هذا المبلغ كامل من أجل الوصول أنها تعطيه الصورة قدروا نقوله صورة أخرى مغايرة على ما هو رائج بخصوص الدول المشاركة أو الدول اللي تأهلت لهذه النهائية هذه من بينها طبعا المغرب واش هاد تأهل ديال هاد دول هادي كيكون عنده شيء آثار اقتصادي ما من غير الدول اللي ما تأهلت أو عادي يعني مشاركة ما كيكون عندها الاقتصاد البلد مش المنتخب لا أنا نتكلم بعد على الاقتصاد هو مع العلاقة إذا تكلمنا على الاقتصاد البلد هو علاقة مع المشاركة ديال المنتخب في كاس العالم ناخد المنتخب المغربي ها هو نبغينا كميتا اليوم المنتخب المغربي غير بالتأهل دياله للدور التاني فضمن 13 لمليون ديال الدولار تدخل الميزانية ديال الجامعة بالعملة الصعبة إذا مش تدر نتيجة إيجابية وهذا ما كانت من وإن شاء الله غير ما فهم ضد إسبانيا غير يوصل 17 ومن بعد 25 وكتوصل 42 اللي يربح كاس العالم إحنا غير 13 لمليون ديال الدولار لما كتدخل لك الميزانية بالعملة الصعبة الجامعة أول ما كتعمل كتفرق هذه الميزانية يعني في تطوير في تطوير البرامج برامجها خاصة في الكورة القدم النسوية في التكوين في تطوير يعني النوادي من ناحية التدبيرية في تطوير البنية التحتية وهذا يعدم استثمار وهذا الاستثمار يجيب لك قيمة مضافة محليا هذا من ناحية ديال يعني هذه مباشر يعني هذا واحد آثار آثار مباشر آثار لإجابة غير مباشر أبينا اليوم عند يعني المواطن الخليجي والمسير الخليجي أو للمسير العربي المغاربة أو ممارس كورات القدم المغربة أو الجميع المسؤولين على كورات القدم المغربية من ممارسين من مسيرين من المدربين كلهم عندهم صورة إيجابية يعني يعني geschafft عند يعني قيمة العسوق السوقية لعيب المغربية محط ترتفع وبالتالي لأنه غادي تولي الطلاب على اللاعب المغربي خاصة في دول الخليج، هيولي الطلاب على المدرب المغربي في دول الخليج ولكن هنا كانت حدولت على العائد اللي غا يمشي للأشخاص فيمشي اللاعب النّادي، مشي المدرب ولكن هذك العائد اللي كي يجي منك مثلاً فريق كيش ريما عندك لاعب مغربي، يدخليك أموال، هذوك الأموال وراكي يصرفهم النادي على اللاعبين فهذه دائما تسمى دورة متخصصية رياضية ومتخصصين في الاقتصاد هذه عملة صعبة تضخ في العجلة الاقتصادية وفي الاقتصاد المغربي وهذا واللي كانت مننا كانت مننا على أنه يكون حافز المسيرين المغاربة لأن اليوم بما أن أرى نتيجة الإيجابية لحق المنتخم المغربي في كاس العالم أعطيت ربحات المسيرين المغاربة الخطوات الأمام اليوم هما المسيرين يجب أن يدعوا واحد المجهود بسيط لتطوروا من المستوى للكورة المغربية للا تطورات أكثر ما هي عليه فغادي تدخلنا عائدة أكثر الخطوة يكون هذا هو اللي باش نختمه قلت إلا تطورات أكثر أنت كمتخصيس الآن كيفاش كتقيم هاد استراتيجية تدبير الشأة الكروية في المغرب واش هاد 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 للمنتخب هي نتاج لهاد استراتيجية وشنو خصى باش تطور أكثر باش ما نبقوش نفكروا حنا في التأهل يقولي عدد تأهل لتحصيل حاصل نقوم نفكروا في ما بعد تأهل ما بعد دور الأول ما بعد تومر اليوم أولا إحنا إلى قارن يعني الإنجازات اليوم الجامعة الملكية المغربية الكرة القادم كتحافظة على نفس المستوى ديال التطور لأن ما شركناش من 1998 حتى 2018 عد شركنا ولكن 2022 أحنا شركنا أول شيء خاصنا نحافظوا عليه هو أن 2026 خاصنا نشاركه 2030 خاصنا نشاركه يعني خاصنا نرجعه من الدول اللي كتشاركه بصيفة منتظمة في كأس العالم هذه أول أول شيء ثانيا باش يكون عندنا مستوى لازم على أننا مستوى تصعودي مستوى تصعودي اليوم إحنا من المحظوظين هو أن عندنا واحدة جالية مغربية كبيرة كتعيش في أوروبا عندها أبناء مغاربة متشبيتين بمغربية متشبيتين كيختاروا على أنهم يلعبوا باسم الراية المغربية ولكن هذا ما يمنعش على أن المسيرين المغربة اليوم خاصهم حتى هما يديروا مجهود لأن اليوم عندنا واحد يعني لما كتكلم على الكرة المغربية فكتكلم على الطريقة اللي كتتدبر بها الجامعة المغربية اللي هي طريقة احترافية طريقة يعني مقننة منتظمة علمية أعطت نتائج وكين طريقة التي تدبر بها النوادي داخليا يعني ده السنين قلة من النوادي الويداد الراجا ممكن قولوا بركان الويداد وبركان والراجا لحققوا حتى هما على الصعيد الإفريقي نتائج طيبة ونزيدوا عليهم حتى الفتح فالنوادي الأخرى كلها تخبط في مجموعات المشاكل يعني الجيش كانت واحد المستوى كبير يعني ما زال ما رجعت لديك المستوى دي إذا لم تذكرتش الجيش ولكن الجيش كنا كنا نعرفه في مستوى كبير يعني دائما كنت كتنفس على الألقاب اليوم حتى الجيش ما زال ما رجعت لديك المستوى فإذن اليوم الجامعة المغربية لكرة القدم يعني مركزيا تسير بطريقة احترافية ما نكرهوش على أن حتى المسيرين الفرق الأخرى يحاولوا أنهم يقدمجوا مع هذا النموذج هذا و وحنا على كرة القدم ولا الاقتصاد ديلك كرة القدم ولا الاقتصاد الريد بصفة عامة هو علم اليوم إذا عندك منظومة محترفة بنية على أسس علمية كتستعمل فيها يعني كل ما جدا من التكنولوجيات الحديدة فالنتيجة غير تكون إيجابية مئة في المئة هو علم وغير يكون هذا آخر سؤال في هذا الموضوع واش هاد الجامعة الملكية المغربية الكرة القدم والأندية المغربية الكرة القدم أو باقي الأندية الريادية الأخرى كتنفتح على الأطور الخريجية دي المعاهد اللي كتكون الأطور من أمثالك اليوم اليوم يمكن نقول بأننا في مرحلة جانينية 2022 وماذا جانينية علاقتها مع الجانب الأكاديمي والعلمي أعطيك مثال لأن اليوم جامعة الملكية المغربية كرة القدم نفتحت على الجامعة الفرنسية ولم تنفتح على الجامعة المغربية الجامعة الفرنسية المستوى الأكاديمي كيف الجامعة اليوم الجامعة الملكية المغربية كرة القدم عندها شاركة مع لسنتر دي الموج هو سنتر معروف في أوروبا في الاقتصاد والتدبير الرياضي في تكوين المسيرين الرياضيين وعندهم معهم اتفاقية شاركة وجاءوا شاركوا في تكوين مجموعة المسيرين دي المراكز التكوين الرياضي ولكن أنا ما زال لحد الآن يعني العلاقة ما بين مش غير جامعات كرة القدم جامعات المغربية بصفة عامة والجامعات المغربية يعني من ناحية الأكاديمية كننضموا احنا مجموعة دي الملتقيات العلمية عندنا طلبا كيقوموا بأبحاث لحد الآن يعني ما زال كان لقوا شوية دي الوحد الحساسية خاصة لما كان بعتوا طلبا لأنهم يقوموا بأبحاث وعندنا أبحاث اللي قاموا بهم طلبا واليوم هم كينين في الرفوف عندنا في الكلية ولم يدق بابنا أحد لكي يعرف نتائج لهذا هذا سؤال يمكن توجه للمسيرين لا في نظرك انت علاش ما زال ما واش ما كيش تيقى احنا كنشوف الآن أوطر وطنية اللي دير هذا الإنجاز هذا قلت لك اليوم خاص المسير المغربي يستغل إيجابيا هاد النتيجة النهار اعتمت على إطار المغربي شوفوا شنو عطاك الإطار المغربي وماشي غير فكرة القدم الأستاذ الكبير سي عزيز دودا راه هو اللي زاد بالقدام بقوة بالألعاب المغربية في واحد فترة و ولاش قلت سي عزيز دودا الأطر اللي كانوا معاه كيدربوا جو الأبطال المغاربة كان مكان فيهم ولا واحد أجنبي كانوا كلهم مغاربة سواء نخرج مع المغارشيد أو لا يعني لما كتعطي لدك المغربي القيمة وكتعطي واحد كتوفر لي الظروف راه كيعطيك نتيجة كيعطيك نتيجة وكيعطيك نتيجة بحب الوطن حب الوطن سي جمال شكرا لك شكرا على واجب وادواجب أنا والله إلى سعيد للصدافة ديالك وسعيد المناقشة ديالك وشحل المعطايات اللي فعلا نخصنا نوقف عندها ونتمنى أن الرسالة ديالك توصل لمن يهم الأمر باللي انفتاح على الإطار الوطني إن شاء الله شعور متبادل ونتمنى ولمنتخب إن شاء الله نتيجة إيجابية نتمنى ولون نتيجة إيجابية في كل الأحوال ودى نتيجة إيجابية خلط فينا واحد الروح ووطنية وأعطانا واحد أكدنا لأن البلاد ما يخدموا غير ولاد البلاد شكرا لإيجابية شكرا على وجه وبهذا متتبعات ومتتبعي الموقع الإخباري أشكين كنكون وصلنا إلى نهاية الحلقة وإلى اللقاء في حلقة أخرى شكرا لكم